والاتحاد النهاردة خلاص تم تسكية قيمة المهندس هنا يا بوريدا نتمنى له التوفيق يا رب في المرحلة اللي جاية يقدر يعمل الطموحات أو يحقق الطموحات اللي ما كانتش يقدر يحققها في الفترات السابقة مطلوب من المجلس ذا ايه؟ يعني تلات حاجات مهمين جدا اولا التحكيم ده واحد ده يعني مهم مهم او واحد واثنين وثلاثة بالزبط يعني ده مهم جدا 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 الحاجة التانية الانضباط في الملاعب اللي بقى فيه مشاكل كتيرة جدا في الملاعب ويمكن برضك الحاجة المهمة والحاجة اللي هي مفروض يعني يدوسوا فيها بشكل قوي جدا جدا دخول الجماهير جميل لازم تخش بال40 ألف ولا 50 ألف لان دخول الجماهير بيفرق فيه مستوى كل الاندية اللي موجودة في المستوى لان طبعا احنا بنشوف مثلا جمهور رد الاهلي لما بيحضر مثلا 50 ألف او 60 ألف بيعملوا ايه مع لعبة نادي الأهلي وبالتالي كل الفرق الحقيقة فبالتالي النقطة دي مهمة جدا جدا ان هما يشتغلوا عليها ويشتغلوا عليها يعملوا بها استمرارية ما فيش حاجة اسمها مطش 10 ألف مطش 5 ألف ومطش تاني يبقى 40 ألف لا لازم يتعامل استمرارية في الاعداد الكبيرة اللي بتحتها يبقى تحكيم انضباط المنتخبات نعم المنتخبات المنتخبات طبعا انا بقول ان المنتخبات ماشى بشكل كويس قوي يعني اذا كان وصلنا كاس الامم طبعا الأفريقية احنا وصلنا خلاص وصلنا من بدري جدا وهنوصل ان شاء الله بإذن الله كاس عالم اللي جاي ان شاء الله بإذن الله بس احنا يمكن هما بقى كان يبقى مطلوب منهم ان احنا فعلا نعمل كورة على مستوى عالي احنا حاليا منتخب مصر بيمتلك افضل اتنين مهاجمين في العالم عمر مرموش ومحمد صلاح الاتنين دول يصنعوا لك الفرق في اي مباراة تلعب اكيد اكيد وانا بغت مع كابتر رمضان السيد كان ليه تجربة كده في الايام الاخيرة تجربة مصيرة شوية انه بيقود منتخب الاليوبية دور المحافظات وكان خلاص مراحل نهائية عملت ايه مع منتخب الاليوبية وسمعت ان فيه لعيك كمان تقلق وممكن يكون فيه معايشة الفترة الجاية يعني يمكن احنا لعبنا سبع مباريات الحمد لله فوزنا في السبع مباريات رغم ان احنا كنا بنعمل منتخبات ومداربين وحافظات اه محافظات اه ومداربين على مستوى عالي وفوزنا في السبع مباريات كان اخر مباراة المباراة اللي فاتت مع بانسويف وكسبناها بدربات الجزاء وحصلنا على البطولة ويمكن شكل التكريم الحقيقة كان شكل علامي يعني مفيش مثلا كاس بالشكل دوت او التكريم بالشكل ده كان تكريم مهم جدا 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 الحقيقة فيه لعيب فعلا اسمه حسين بيلعب رقم عشرة فيه تلاتة من فرنسا لان البطولة دي كان بيصرف عليها احدى تاريكات الرايا التوتل فبالتالي هم التلاتة دولة تختاروا اللعيب دوت هيروح يعمل معايشة فرنسا على الاسم انه ممكن يبقى ليه تواجد في فرنسا فكرة جيدة انه ممكن المحافظات والمراكز الشبابي بيكون لها دور انه يطلع اجيال جديدة طبعا اكيد 100% اكيد طب